اخيرا وصلوا الى بيت لحم وعندما وصلوا الى بيت لحم لم يكن هناك موضع في المنزل طبعا كتير مرات احنا من يمكن منفكر انه كانوا بحاولوا يستأجروا فندق لا عادة الناس بتنام عند الاقرباء فانت تخيل ازدحام الناس اللي هاجرت من الجليل الى بيت لحم حتى تسجل اسمائها في فترة زمنية معينة في هذه المرحلة تم ايامها لتلد وما كانش فيه اي مكان اخيرا كان فيه بيت وهذا البيت فيه فناء اللي احيانا بيكون تحت مغارة والمنطقة مشهورة في المغاير وهناك هذه المغارة احيانا بيجيبوا الحيوانات بالفصل الماطر او التقس البارد وهو ايضا عبارة عن مخزن للحبوب لانه ولدت ابنها واضجعته في مذود متواضع بسيط جدا يا لعظمة الرب انه جاء وولد في مذود متواضع متواضع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة